حبايب قلبي اللي وحشوني موت أخباركو إيه يا رب تكونوا بخير النهاردة جاي بالك بقى وصفة طحفة هتبوسيني عليها لتنظيف السرعة طبعا لازم ننظف سرعتنا يا بنات لإنها ملانة بكتيريا وجراسيم وميكروبوت عشان نحافظ على صحة جسمنا من الداخل لازم ننظف السرعة وإليكي هذه الزيوت الجميلة لزيك عندي زيت شجرة الشاي وزيت لوز وزيت لمون اللي هو إعداه النهاردة العنصر الأساسي عندي زيت لوز لو أنت يا حبيبتي شايفة أن زيت شجرة الشاي غالي ممكن نستبدله بزيت لمون وعندي أعواد بتاعة تنظيف الودان ومحتاجة كمان منديل القطنم اللي هم بتوع إزالة الميكوب زي ما قلت لو أنت شايفة أن زيت شجرة الشاي غالي وهو فعلا غالي على فكرة ممكن نبدله بزيت لمون اللي اتنين يروح يقد نفس الغرض معيك ولا تزعلي نفسك لأن الاتنين مضاد للأكسادة ومعقمين جيدين جدا ومضادين للتهابات إذا كان اللمون أو شجرة الشاي ومطهر للجروح كوي جدا إذا كان زيت اللمون أو زيت شجرة الشاي هاخد طبعا صنطي من زيت شجرة الشاي لو مش موجود هياخد صنطي من اللمون زي ما قلت زيت شجرة الشاي مضاد للأكسادة ومطهر للجروح وبيقلل للتهابات ومعقم جيد جدا فانت هتستفدي من ناحيتين قبل الشوار يا قلبي بربع ساعة لتغديب إذن الله هتعملي معايا صنطي زيت شجرة الشاي أو صنطي لامون مع صنطي زيت لوز ولو تكلمنا بقى على زيت اللوز الجميل هلاقي إنه هو علاج كوي جدا لتشقق الجلد بيقلل زوري التجعيد يا بنات وبيحافظ على مظهر الجلد وغني بالأوميجسري وغني بفيتامين إي هاخد قطانة كده من اللي انت شايفاهم دول هاعتبر ان دي السرة مثلا هاخد ودانة من دول هبتتغمزها في الزيت ده اللي هو صنطي وصنطي زي ما قلت صافي وهغرق بقى السرة بيها فاهمة؟ نعتبر مثلا دي منطقة السرة هعمل برفك فاهمة؟ هحاول أحط الزيت على المنطقة السرة برفك جدا وبالراحة جدا لإن المنطقة دي حساسة جدا هسيبه ربع ساعة السرة وابتدى نطف زي ما انت شايفا كده من جوه على بره من جوه على بره من جوه على بره محتاجة كمية زيت تاني هحط زيت تاني مفيش مشكلة عندي عايزة تحطي بقطنة تبلي قطنة مثلا تغرقها زيت وتحطيها جوه سوريتك مفيش مشاكل ممكن تجيبي قطنة عادية تنزلها في الزيت هتغرق زيت تحطيها في سوريتك وتقفل سوريتك مثلا بحزام أو اي حاجة ربع ساعة قبل الحمام ونعمل من جوه على بره زي ما انت شايفها بالزبط وبالراحة ما تفتيش على مكان سوريتك لانها حساسة جدا وطبعا الكلام ده لرجالة والستات والولاد والبنات لأي حد اي بنا ادم يعني خلق ربنا هينضف سوريته بالمنظر ده مش البنات بس النهار ده وعندي البخاخ الامر ده انا جايبه من بتاع البرفانات بيتباع عند بتاع البرفانات او ممكن تجيبي بخاخ بلاستك عادي من اي محل تاني انا طبعا غليت ميا زي ما بتعملي شاي كده غليت الميا وبعد ما بردت حطتها في الازازة دي كده قبل الاخر بشوان تتربع الازازة وعندي سرينجة نظيفة هاغد اتنين سنتي مثلا زيت لمون او زيت شجرة الشاي زي ما انت عايزة بس انا اخد زيت لمون على الميا دي علشان احس بنت عايزة بتاعطير عشان ريحته جميلة بصراحة خدت اتنين سنتي بالسرينجة نظيفة زي ما انت شايفة حطتها اهي زي ما انت شايف حطتها في البخاخة اللي انا عملياها ميا كانت بتغلي وبردت الميا ملتها كده اللي حاجة بسيطة عشان ما كان للزيت سابة ما كان للزيت تمام ماشي البخاخ ده بقى معاكم رهيب ومضاد للأكسا ده ولو في التهابات حوالين السرحة بيقللها جدا اقفلها طبعا كده باحكام تعتبر انه زي البرفان بالزبط يا بنات بس للسرحة لا فيه زبرته ولا فيه اي حاجة ميا مغلية بعدها بردت حطتها وحطت عليها نسبة سنتي من الزيت اتنين سنتي تلاتة سنتي زي ما انتي عايزة انا خطت اتنين سنتي وحطتها بعد ما خطت الشواري الجميل بتالك وطلعت زي الامر كده ونشفت جسمك هرش بقى من البخاخ ده على السرحة بس لو فيها اي حاجة عليك ولا حاجة برضو من جوه البرة بالقطانة بالراحة جدا بعيد يا جماعة الله يخليكوا بالراحة جدا على منطقة السرحة لانها منطقة حساسة اجا رش بقى كده منه وبعد ما خلصت حمام ونشفت جسمي ارش بقى على منطقة السرحة ولو السرحة عندكو متنية او دخل الجوه افتح الجلد كده ورش في السرحة عادي انا فيش مشكلة الميا مخففة نسبة الزيوت اللي فيها مع انه مش مدره ولا حاجة عادي بكده انت نضفت سرتك في الاول قبل الحمام بالزيت ده الخام ده زي ما قلت وبعديها عطرتيها باللزبري الزيت ده بقى انت ممكن تعملي قبل ما تاخدي حمام تعملي سنتي و سنتي زي ما انا عملت كده في اي حاجة عندك زغيرة يا اما تجيبي اي بطرمون تحطي فيك المياه كافية من زيت شجرة الشاي وزيت اللوز يا دا يا دا يا اما زيت اللمون يا اما زيت الازازة واحدتين ماشي يا اما زيت اللوز وزيت اللمون يا اما زيت اللوز وزيت شجرة الشاي زي ما انا قلت الاتنين هيقدوا نفس الغرع دي قلبي تمام ممكن تعملي كمية كافية تقضيكي وممكن تعملي مثلا حاجة بستكاة زي اللي انا عمليها طبعا دا زيت شجرة الشاي انا خدت منه مع زيت اللوز قبل ما اغض الشوار بتاعي يا اما زيت اللمون زي ما قلت انا بس بقولكو كده بزدلكو تاني عشان تفهمي اكتر والمعلومة تدخل في دماغك اكتر وما تنسيش طبعا الزيت دا هينضف لك ويعين لك اي حاجة لزقه في سرتك والازبريد دا هيعقم لك السرة بعد الحمام ويخليك ريحتك جميلة هتحس ان انت مهفافة لموة كانك قاعدة في جنينا بالزبط لان الحاجات دي عندي وانا بستعملها على طول بس حبيت اشاركها معاكو عشان تبقوا عارفين الزيت دا لازم يكون زيت خامية بنات زي ما انتوا شايفة كده مش حط عليها اي حاجة اللي تنها لبعض دا عشان يرتب الجلد وده عشان يعقم الجلد وينضفه اما اللزبريد عشان خاطر يعقم في الاخر بعد الحمام طبعا هتلاقي سرتك نديفة جدا ورحتها جميلة جدا 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 كمان فانصحك جدا انك تجربي اللي انا قلتلك على الوصفة دي هتدعيلي عليها وتيجي تبصيني عليها بجد يعني انا بشكركم جدا يا جماعة اللي عمل اللايقات وعمل لي سبسكرايب وعمل لي الكلام الجميل اللي بتحطوه في التعليقات من قلبي بشكركم وببسكو كلكو يا جماعة واحدة واحدة ربنا يخليكوا ليه طبعا زيت الشاي زي ما قلتلكم معقم قوي جدا انت ممكن ممكن كمان يا بنات اللي عندها ولد زغير او قدزة اللمون اي حاجة من الاتنين تاني بعيدها يعني يتغدي ده يتغدي ده لازم يكون لاتنين على بعض كده صافي والسبري ده بعد الحمام بعد ما تخلصي حمام وتنشفي جسمك ترشي هيغنيكي حتى عن البرفانات على فكرة انت ممكن كمان تعمل الحركة دي مع زيت برطقان مع زيت ياسمين مع زيت فل وترشي على جسمك عادي تاني بشكركم جدا يا جماعة اللايكات والسبسكرايب وعلى الكلام الجميل اللي بيتقل في التعليقات ببوسكو جدا